إذاعة أمراديو تقدم فقرة من الأبراج إعداد وتقديم باتريسيا انفوض مرحبا، فقرة جديدة من عالم الفلك على أمل تكون حملة لكم الأخبار الإيجابية لنهاركم منتبعها عبر إذاعة أمراديو البداية مع برج الحمل تتفاعل مع محيطك بشكل إيجابي وقوف الأصدقاء لجانبك يساعدك وتسمع أخبار سعيدة وتلتقي بأصدقاء مهنياً قد تحصل اليوم على فرصة لمرة واحدة في العمر فقد تأخذ عملاً مناسباً لك للغاية لا تتأخر في اختنام تلك الفرصة لأنها ستفعل المعجزات في حياتك المهنية عاطفياً لا تسمح للمشاكل الصغيرة تؤثر عليك ولا تستفز الشريك صحياً برج الحمل تكتشف اليوم أن نومك مضطرب بسبب كثرة الإجهاد خلال النهار لكي تكون قادراً على النوم بإمكانك قراءة كتاب سوف يعطيك الراحة وستخلد إلى النوم بهدوء منكمل مع برج الثور تعبر عن رأيك بقوة وتنشط بالاتصالات وتعزز الحوارات وتدعم نقاط أساسية تستقبل وتودع زوار تعيد النقاش بنقاط مطروحة مهنياً إن اتجاهك الإيجابي وتفاؤلك في التعامل مع الآخرين ستأخذ حياتك المهنية إلى آفاق جديدة عاطفياً الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك الحذر مطلوب في التعامل معه صحياً برج الثور تجنب تناول الطعام في أوقات متأخرة فهذا يضرك كثيراً ننتقل برج الجوزاء اليوم مناسب جداً للتعامل مع أمورك الاجتماعية والصحية والتواصل مع الأصدقاء بعد فترة انقطاع دامت لسنوات مهنياً تفكر في السفر والحركة وتعمل مقارنة بين عملك هنا وعملك في الخارج وتختار أيهما أفضل عاطفياً يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس صحياً برج الجوزاء اليوم صحتك جيدة حيث أنك تتمتع بهدوء ومزاج جيد حافظ على ذلك ننتقل برج السرطان مطمئن نسبياً فقد تكون حصلت على فرصتك أو استعدت موقعك تعيش لحظات جيدة وتنجح بلم الشمل وتفاود وتسمع خبر جيد وتغير مكانك وخياراتك مفتوحة مهنياً أنت خير من يجيد صيد الفرص المميزة وتعرف كيف ترتب أمورك المهنية وتكون حديث الجميع بترتيبك وأناقتك عاطفياً تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك وكن أكثر عمقاً معه فهذا يفيدك أكثر صحياً برج السرطان جسمك ميال إلى البدانة بسرعة انتبه إلى كميات طعامك واكتفي بثلاث وجبات فقط منكمل مع برج الأسد معروف عنك أنك تفضل البقاء في البيت وتتميز بإيمانك القوي بالعائلة يعتبر نهارك متعب وعليك واجبات أعائلية مهنياً عليك التعامل مع التفاصيل الكبيرة والصغيرة وأعطائها اهتماماً خاصة بأمور العمل فقد تكون هي المفتاح لحل بعض الأمور العالقة عاطفياً تحاول تغيير تصرفتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتكبر المسافة بينكما صحياً برج الأسد حاول أن تحمي صحتك من تناول الكحول بشكل مفرط لذلك يجب عليك اليوم الاسترخاء والتركيز في تحسين عاداتك الصحية لتتمتع بأسلوب حياة أفضل وصحة بدنية وعقلية جيدة عزيزي برج العذراء أنت اليوم محظوظ لتنجز أمراً مهماً وتنجح بخطواتك فلا تتردد في الأقدام على تنفيذ ما تريده وما تتمناه من فترة طويلة مهنياً تقوم بفرز المعلومات التي تساعدك على تحسين ظروف العمل للخروج به لأعلى مستوى من التطور عاطفياً حاول اليوم التركيز على بناء الثقة في علاقتك مع الشريك وكن حذراً ومتسامحاً معه صحياً برج العذراء تجنب كل ما يسبب الأذى لصحتك أو يعرضك للإصابة بالأمراض ننتقل لبرج السابع الميزان يحمل لك نهارك أمل جديد لديك رغبة في تحمل المسئولية وتنسى وأنت في صحبة العائلة كل الهموم والمتعب التي تواجهك خارج المنزل مهنياً تهتم أكثر بأمورك المهنية وكلما كنت هادئاً كلما حققت النجاح في تعاملاتك مع الكبار والمسئولين والزملاء عاطفياً الحظ إلى جانبك في العاطفة إذا تجد تقارباً فكرياً ورومانسياً لكن لا تبالغ في الوعود صحياً برج الميزان تأثير زحل الصعب قد يجعلك تشعر بتعب صحي منكمل مع برج العقرب لا حديث اليوم غير حديث الديون وأنت فريسة القلق والتفكير لا تلقى اللوم على العائلة بوسعك أن تحول الشر إلى خير والفشل إلى نجاح مهنياً القدرة على التعامل في ظروف الضغط والأعباء اليومية هي سر نجاحك ستكلف بمهمة في عملك ستجني من خلالها الكثير من الأرباح وستكون فرصة رائعة ومثالية في مسيرتك المهنية عاطفياً الأمور متوترة أيضاً فاضبط نفسك وتحاشى ردات الفعل السريعة التي تزعج الشريك وتجعله يبتعد عنك صحيح برج العقرب العصابية الزائدة تضرك كثيراً ابحث عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة ننتقل برج القوس أنت من أكثر الأشخاص قدرة على تنظيم أمورك العائلية وتبعد كل البعد عن الفوضى ولكن اليوم معكسات في الحظ وكل هذه الأشياء تسبب لك التوتر في الأعصاب مهنياً تشعر بالقلق والتوتر إزاء التزامك بالعمل وتحاول تهدئة الأمور والتعامل بدبلوماسية مع العاملين وتتجنب النقاشات الطويلة عاطفياً تريد لفت انتباه الشريك إليك من خلال الاهتمام بمظهرك الخارجي وإظهار أناقتك صحياً برج القوس تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك منكمل مع برج الجدي هذا النهار يتطلب منك الكثير من الضقة خاصة في القرارات العائلية قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية مهنياً يمكنك تسوية بعض الأمور التي بين يديك بعيداً عن الروتين وتتعامل مع زملائك في العمل لإزالة العقبات كأنكم يدنوا واحدة عاطفياً الوضع مستقر وواعد خاصة للفتيات والنساء صحياً برج الجدي حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً بصرنا لبرج ما قبل الأخير الدلو تابع طريقك أو غير وجهة تسيرك حتى ينجل الوضع أمامك فكر جيداً قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار هام أو مصيري مهنياً عاطفياً القرارات العشوائية ليست في مصلحتك فحاول معاملة الشريك بلدونة لتبقى مرتاحاً من الهموم أو المشاكل صحياً برج الدلو اليوم سوف تجد أن بعض الضغوط المنزلية والعملية بدأت تهدأ لذلك ستشعر بالراحة والاسترخاء وسوف تتمتع برؤية إيجابية للحياة وصلنا لبرج الأخير الحوت إنك شخص اجتماعي وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت بعض معارفك خلال الفترة الأخيرة يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاوذة التواصل مهنياً لا تثق بسهولة بالمعلومات والمصادر التي قد تهدف إلى تضليلك عن واقع العمل ولا تنسى الاهتمام بأضاقة تفاصيل عاطفياً أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غدون أيام ولسيما إن النيات صافية في هذا الاتجاه صحياً برج الحوت تشعر باللياقة والراحة البدنية فإنك لا تعاني من أي مشكلة صحية وهذا الأمر إيجابي جداً بالنسبة لك مستمعين هدي كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك دايماً تتبعوني عبر إضاءة أمراديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة